موسيقى يبقوا معنا مشاهدين الكرام نتجه إلى محطة وهران الجهوية حيث الحديث عن وجه وهران السياحي خلال موسم صائفة 2018 ضيف مدير السياحة والصناعة التقليدية بل عباس قايم أعمار مساء الخير سيدي مساء النور سيدتي السلام عليكم قبول دعوة الظاهرة والحديث عن قطاع السياحة بوهران أكيد لا 20 دقيقة وأكثر لن تفينا حق هذا الملف سيد بل عباس العارفون بقطاع السياحة يقولون أنه من الخطأ الحديث عن السياحة من باب المشاريع المنجزة لأن حلقات نجاح موسم الإصطياف كثيرة هذا لا يمنع أن نتساءل عن المكاسب الفندقية أولا خلال هذه الصائفة نعم أكيد سيدتي بعد بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ من باب العام أو من الوجهة العامة نقول بأن قطاع السياحة والصناعة التقليدية هو قطاع أفقي يتماشى وكل قطاعات على غرار الأشغال العمومية النقل التقافة الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات بمعنى كل قطاعات تددافر جهودها لأنهوض بالوجهة السياحية الجزائرية حتى تكون مقصد سياحي بامتياز على غرار الدول الأخرى نقول على مستوى ولاية وهران كل تحضيرات قائمة على قدم وساق وذلك تحت إطار تعليمات تعليمات سيد والي ولاية وهران تعليمات سيد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتحيئة العمرانية تعليمات سيد معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية كلها تنصف في إطار أحسن وجهة سياحية للجزائر بصفة عامة وخاصة الولايات الساحلية التي هي 14 ولاية ساحلية على مستوى الوطن نحن نقول على مستوى المحلي الأكيد سيد بلعباس أن وهران من أقوى الوجهات السياحية في الجزائر نعم ولطالما كانت مقصد الجزائريين والأجانب وكان دائما الحديث عن التوسيع قدرة الاستقبال بمجموعة من الفنادق والمركبات هل 2018 ستستقبل سياحها بنفس عدد الفنادق مقارنة بعدد السياح المتزايد نعم نحن نتكلم حول السوق الفندقية أو الحاضرة الفندقية على مستوى الولاية نقول بلي ولاية وهران هي من ولاية الرائدة في إطار الاستثمار السياحي والاستثمار الفندقي نتكلم بلغات الإحصائيات على مستوى الولاية تقريبا 174 مؤسسة فندقية في طول الإنجاز نحن سوف نرتقب دخول حيز الاستغلال خلال 25 جوان 2018 سبع مؤسسات فندقية كلها متنوعة هي إقامات سياحية هي فنادق من درجة أربع نجوم ثلاث نجوم إلى غير خمس نجوم تقريبا عدد أسيرة 830 سريع تضاف إلى الحاضرة الفندقية إلى حد الساعة 15 ألف سريع موجودة على مستوى الولاية تقريبا نقول وليت وهران على أبواب العالمية في السياحة بامتياز وحتى ذلك نحن نرى عن المستوى الواقع فيه مؤسسات فندقية ذات نوعية بمعنى في حضائر مائية سوف تفتح أبوابها خلال موسم استياف سنة 2018 فيه مخيمات صيفية فيه مراكز عطل فيه مؤسسات فندقية كلها نسعى إلى ما هو جديد في سنة 2018 بإضافة جهود أخرى إن شاء الله حتى نستقبل سواحنا سواء كانوا أخواننا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أو السواح الجزائريين القادمين من كل ولايات القطر الجزائرية السياح سيد بلعباس يبحثون عن شواطئ وهران الجميلة هل تم تهيئة شواطئ جديدة؟ نعم في سنة 2018 عدد الشواطئ المسموحة للسباحة تقدر ب33 شاطئ مسموح للسباحة تمتد من غرب وهران أي من بلدية على الكرمة اللي هو شاطئ الخلاب شاطئ ماداغ إلى غاية الشاطئ الكبير في الجهة الشرقية الوهران شاطئ المرسى الحجاج كلها شواطئ سوف تستقبل إن شاء الله عدد هائل من السواح والمصطفين نحن إن شاء الله بيسدد فتح ثات شواطئ على مستوى الولاية لشاطئ متوجع على مستوى بلد الكرمة شاطئ ماداغ سفر وكذلك شاطئ الكاب بلون وكذلك شاطئ المقطع المتوجع على مستوى بلدية مرسى الحجاج دائرة بطيوة نعم سيدي هل فكرتم في تغيير خطة عمل الحفاظ على نظافة الشواطئ مادامة الحملات السابقة ساهمت بشكل كبير ولكن مادامة الأمر مرتبط كذلك بالثقافة السياحية بشكل واسع فهي تعتمد ربما على تغيير أنماط التحسيس بضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ على المستوى الإداري الهيكلي والتحسيسي ما الجديد؟ نعم أكيد على المستوى المخطط المخطط النظافة المخطط أو المشسد على مستوى الولاية في إضافة إلى الجهاز التدعيمي اللي سطرناه على مستوى كل بلدية الساحلية والدوائر الساحلية فيه إن شاء الله جهاز تدعيمي جديد على مستوى ديوان السيد الولي الخلية البيئة تقريبا 320 عون إضافة إضافة كما قلت إضافة إلى عدد الأعوان اللي قامت بها واللي سطرتها مصالح البلدية الساحلية هي موجودة على مستوى الشواطئ بصفة دائمة وتعمل 24 ساعة على 24 ساعة نحن على مستوى الولاية قمنا بتنصيب خيم بمحادث مراكز الحماية الودنية والدرك أو الأمن الوطني لهؤلاء الأعوان النظافة حتى تكون التدخلات التحم مباشرة على مستوى الشواطئ لرفع كل النفايات أو القمامات وتكون عندها عملية نظافة أو تدخل في نظافة الشواطئ في الصباح الباكر وكذلك خلال الأوقات المتأخرة من النهار نعم سيد بالعباس ماذا عن مجانية الدخول للشواطئ والإجراءات المتخذة في هذا المجال نعم أكيد لو نتكلم حول مبدأ مجانية الشواطئ نحن تطبيقا للقوانين وكذلك تطبيقا لتعليمات معالي وزير الداخلية والجماعة المحلية هو مبدأ مجانية دخول الشواطئ يكون مجاني لكل المصطفين ونحن على المستوى الولاية بقدم وساق بتضاف الجهود مع السلطات المحلية وكذلك الشوك الموصول لكل الدرك الوطني ولمصالح الأمن نحن فيه تدخلات علامة في حالة ما إذا وجود بعض الخروقات للقانون أو الاحتلال العشوائي لرمال الشواطئ من بعض الأشخاص فيه تدخلات لمصالح الأمن كما قلت ولمصالح الدرك الوطني حتى إن شاء الله لا يكون أي شيء من هذه الأمور ونضمن مجانية الشواطئ على مستوى 33 كما قلت الشواطئ مسموح للسباحة حتى يكون دخول حر ومجاني لكل الشواطئ الولاية نعم وبالرجوع إلى مناطق التوسع السياحي سيدي هل هي تتناسب مع الخارطة الطرقية البرية للولاية أم فيه تفكير في خلق خطوط جديدة نعم أكيد على مستوى الولاية لنتكلم حول التهيئة السياحية أو مناطق التوسع السياحي الموجودة على مستوى الولاية نعرف على مستوى الولاية فيه تسع مناطق توسع سياحي على مستوى الولاية نحن في ولاية وهران نحضر في الوقت الحالي حول التوسعة السياحية لشرق وولاية وهران نعرف على المستوى الشرقي لولاية وهران نقول دائرة بيرلجيل ودائرة قديل ودائرة أرزي ودائرة بطيوة هي تقريبا ضوائر ضعيفة من حيث وجود المشاريع السياحية وكذلك الفنادق والمؤسسات الفندقية حالا تقريبا قمنا في إطار لجنة الاستثمار فيه منح أراضي في هذا الأمر لإنجاز مؤسسات فندقية ومراكز الألعاب المائية وكذلك موانئ النزهة نحن بصدد إن شاء الله تطوير الجهة الشرقية للمدينة وهران سوف تصبح مدينة وهران إن شاء الله مقصد للسواح ودلك عن طريق إنجاز هذه المشاريع التي تكون بنوعية وكذلك تكون بكمية حتى نضمن العرض يكون العرض في سوق الفندقة أكثر من طلب وبالتالي تكون الارتقاء إلى نوعية في الخدمة السياحية وكذلك نضمن أسعار خفيفة بالنسبة للسواح نعم ولو أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب ولكن الإمكانيات السياحية سيدي في وهران قادرة على جلب مداخل ضخمة وهذه الإمكانيات مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وحجم استقطاب هذا القطاع للمبادرات في هذا المجال هي أكيد مصدر لخلق الثروة ومناصب الشغل هل من التوقعات؟ هل من أرقام؟ نعم أكيد نحن في توقعات 2018 إن شاء الله في السنة الماضية كان في عادة توفض المصطفين على مستوى الولاية تقريبا 19 مليون سائح أو مصطف لزال الولاية نحن من بين ترقبات وفقا أخذينا إحصائيات للسنوات الخمس اللي مرت سنة 2017-16-15-17-13 نحن توقعات إن شاء الله يكون أكثر من 24 مليون مصطف سوف يزول الولاية نحن تقريبا بعد 25 جوان سنكون نرى على أرض الواقع توافض كبير وتدفق كبير للمصطفين على مستوى الولاية كما قلت على غرار الجالية الجزائرية وكذلك كل إخواننا خاصة من جنوب جنوب البلاد وكذلك كل ولايات الأخرى للوطن سوف تجوب وتزول ولاية وهران باعتبار نحن كولاية وهران هي وجهة سياحية بامتياز وكذلك قمنا بتخطيط مخطط اتصال ومخطط تسويق ترويجي للوجهة السياحية وذلك بإعداد دعاية تلقاوية وإعداد الدليل السياحي الولاية الدليل المونغرافية السياحية الولاية والخريطة السياحية الولاية وكذلك نحن بصدد إعداد فيلم ترويجي سياحي لولاية وهران يكون يعطي الوجهة ويعطي النظرة الجميلة لوهران وكذلك للجزائر بصفة عامة إذن في هذا الصدد سيد بل عباس هل من مواقع أثرية سيعول عليها لاستقطاب مزيد من السياح نعم أكيد نحن نتكلم على الوجه الجمالي والوجه السياحي لولاية وهران نحن وولاية وهران منذ سنوات كثيرة نعرفها باللي عندها تاريخ تقافي تاريخ سياحي تاريخ ديني كلها كلها هي مؤهلات سياحية سوف تكون أو تلعب الدور الرئيسي للمنتوج السياحي الذي عنده أكثر جاذبية لسواح الأجانب خاصة والسواح المقيمين بالوطن نحن لو نتكلم حول الجانب المؤهلات السياحية الولاية الولاية تسخر أكثر من 600 معلم تاريخي على غير قلعة سانتا كروز وجبل المرجاجو وكذلك الجهة الشرقية لبورتيس ماغنيس على مستوى دائرة بطيوة وكذلك المعالم التاريخية والدينية المسجد القطب حب الحبيد بن باديس وكذلك الوعدات التي تعرف على مستوى الولاية على غير وعدة سيد غالم سيد الحسني وما غير ذلك كلها تندرش في إطار الحضارة وما أدرك ما حضارت الجزائر وتاريخ وهران المتوسط العربي الإسلامي والمغاربي والأمازيغي كذلك سيد بل عباس كان في حديث وفي شق قطاع النقل كان في حديث عن إطلاق خط بحري بين مختلف نقاط البلديات هل تم تجسيد هذا المشروع؟ نعم أكيد في إطار النقل أو عملية النقل لكل التي سوف تغطي كل بلديات الساحلية أو كل شواطع الولاية في مخطط النقل معيد من طرف مديرية النقل وكذلك إطلاق الخط البحري الحضري الذي سوف يربط دائرة وهران بدائرة عين الترك إن شاء الله سوف يدخل حيث الاستغلال ابتداء من 2 جوليا إن شاء الله هي بواخر سوف تنقل السواح أو المصطفين إلى الجهة الغربية لولاية وهران بسعة 320 مقعد للباخرة وكذلك فيها الطريق الإجتنابي الجديد الذي سوف يؤدي من المرسل الكبير إلى الطالف الفوقي أو العلوي لولاية وهران بدون الدخول أو العبور عبر بلدية مرسل الكبير هذه إضافة أو قيمة مضافة على مستوى الولاية وكذلك فيه بالنسبة للشاحنة التقيلة فيه قرار ولائي من طرف سيدي الولي في إطار منع مرور هذه الشاحنات من الساعة 12 صباحا إلى غاية الساعة 12 ليلا حتى تكون سرورة أو المرور للسيارات الخاففة السياحية يكون مرور سهل ومرحل للمصطفين وكل القاسدين لدائرة عين الطرق وكذلك شاطئ الأندلسيات نعم في سؤال أخير ربما سيد بلعباس لا يختلف اثنان عن الجانب الترفيهي الذي تتميز به وهران ولمختلف الأذواق ما هي أهم المواعد الثقافية التي يعول عليها خلال هذه الصائفة؟ نعم أكيد في إطار تشديد برنامج التنشيط والترفيه نحن أولا سوف تقام على مستوى كل شواطئ الولاية والبلديات الساحلية على غير البلديات الداخلية بلدية واتليلات وكل بلديات التي لا عندها شواطئ فيه برنامج تقافي رياضي تري لهذه النشاطات أولا نذكر فيه معارض للصناعة التقليدية التي سوف تكون بقوة على مستوى كل بلديات الساحلية وكذلك على مستوى الشواطئ الولاية عن طريق عروض للصناعة التقليدية بحضور حرفيين من ولاية وهران وكذلك من ولاية الجنوب على غرار إليزي ولاية إليزي تمن رأس التندوف وما غير ذلك في إطار تنشيط الجانب الشباني والشانب الرياضي فيه أنشطة رياضية كبيرة سوف تقام على مستوى البلديات الساحلية نتنقل إلى الجانب التقافي فيه صهارات فنية صهارات سوف تقام على مستوى البلديات الساحلية وفي الأخير قمنا على مستوى شاطئ الأندلسيات بتنصيب مع مؤسسة بتنصيب مكان سوف يكون خصيصا للصهارات الفنية التقافية بمرور عدة فنانين من التوراة الجزائرين سوف يكون حاضرين معنا إن شاء الله بتنشيط موسم الاستياف لسنة 2018 حتى يكون تنشيط بأمتياز إن شاء الله بلعب بسقي مع مر مدير السياحة والصناعة التقليدية بوهران شكرا جزيلا لك شكرا سيدتي